التسعة صباحا السابع بتوقيت جرينيتش موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن الأوضاع في إقليم تجري الإثيوبي على حافة كارثة إنسانية وأشار برنامج الغذاء العالمي إلى أنه لا يوجد غذاء أو وقود وكذلك لا يوجد أي تمويل للإقليم وفي ذات السياق حذر البرنامج من قرب توقف عمليات المساعدة الغذائية في شمال إثيوبيا مؤكدا في الوقت ذاته أن القتال العنيف قد منع مرور الوقود والغذاء للإقليم ألقت قوات الأمن العرقية القبض على 11 إرهابيا في محافظة الأنبار غربي البلاد ذكرت السلطات العرقية أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي وسبق أن شاركوا في عمليات ضد قوات الأمنية في العراق فيما تم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم بحث رئيس الحكومة اللبنانية ناجيب ميقاتي مع المنصقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنصقة الشؤون الإنسانية ناجيب رجدي سبل دعم الشعب اللبناني للخروج من أزماته الراهنة وخلال لقائهما بمقر الحكومة اللبنانية استعرض الجانبان الأوضاع العامة في لبنان ونشاط الوكالات والمنظمة التابعة للأمم المتحدة في لبنان أعلن جوزيب بوريل المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن القمة المرتقبة بين مسؤولي الاتحاد والصين ستعقد في شهر مارس المقبل واعتبر بوريل في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد أن القمة بمثابة محطة مهمة للوقوف على مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبكين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1079 حالة إيجابية بفيروس كورونا و34 حالة وفاة وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى خروج نحو 893 متعافيا من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمال المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 331 الف حالة قال المعهد الوطني للصحة الإيطالية أن أوميكرون أصبح المتغير السائد لفيروس كورونا في إيطاليا بنسبة إصابات تمثل 81% من إجمال الحالات ذكر المعهد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الإصابات بأوميكرون كانت لا تتعدى نحو 28% فقط من الحالات في العشرين من ديسمبر وتكافح إيطاليا وهي أول دولة غربية تسجل إصابات بفيروس كورونا في أوائل عام 2020 مع ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات في الأسابيع الأخيرة أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا في البلاد منذ بدء الجائحة تخطى الثمانية ملايين شخص وأشرت بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد الوفيات بلغ أكثر من 90 ألف شخص هذا وارتفعت حالة الإصابة في إسبانيا مع ظهور متحور أوميكرون سريع الانتشار واختلاط شرائح كبيرة من السكان خلال فترة عيد الميلاد أما رياضيا فقد أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم كارلوس كيروش أن المنتخب سيظهر بشكل مختلف تماما في مبارته أمام غينيا بيساو والتي ستقام في تسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة وقال كيروش إن منتخب مصر عازم على تقديم أداء جيد في المباراة القادمة مشيرا إلى أن الانطلاقة الحقيقية للفراعنة في كأس الأمم ستكون بداية من لقاء غينيا بيساو ووعد كيروش بتصحيح أي سلبيات ظهرت على أداء منتخب مصر في مباراته الأولى أمام نيجيريا مؤكدا ثقته في تقديم مستوى مميز نهاية الموجز للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا على طيب المتابعة والآن عودة إلى زميلاي منا وهمام لاستكمال باقي فقرات ستوديو هذا الصباح